السلام عليكم ورحمة الله ازيكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا بألف خير وعافية رجعت لكم في فيديو جديد زي ما وعدتكم الفيديو ده حتكلم فيه عن كيف انت تقدر تتحصر على الجنسية الرواندية بالخطوات الشروط المطلوبات شنو المميزات واذا كان في عيوب برضو ممكن نتكلم عنها سو اذا انت يعني طوبيك ده بي همك بليز اقعدوا لحد نهاية الفيديو وما تنسوا يا جماعة تعمل لي سبسكرايب وشير زي فيديو لانه في ناس كثيرة حابة تعرف عن الموضوع ده خاصة بسبب اوضاع السودان والحاصل في السودان ان شاء الله نتمنى يعمل الامن والامان بليز ستاي خلينا نتكلم عن رواندا كدولة هي واحدة من اصغر الدول بتقع في البر الرئيسي الافريقي وهي تعتبر واحدة من دول شرق افريقيا في الاون الاخيرة والسنين الاخيرة رواندا اتطورت جدا وبقد مثال يحتزى به في تجربته كيف قدرت تتخطى الحروب الاهلية والمجازر والحاجات الحصلت في الماضي بتاعها وتنتشل نفسها حاضرة ومستقبلة عشان تقى من البلدان اليحتزى بها طيب خلينا نجي نتكلم عن الايجابيات والسلبيات بتاع الحصول على الجنسية الرواندية نبدأ بالسلبيات السلبيات الحصول على الجنسية الرواندية او جنسية دولة اخرى ككل الحاجة دي قد تؤدي الى خسارتك جنسية بلدك الام بما انه فى دول كثيرة بتمنع الحصول على جنسية مزدوجة أو دول ستزنشب لكن الحمد لله انه يعني اغالبية الدول بتسمح بالحاجة دي الحاجة التانية من السلبيات بتاع الحصول على الجنسية الرواندية إذا لا قدر الله وحصل عملت جريمة فبيقوموا يحاكموك على أساس إنك رواندي فما بتكبير تستخدم الجنسية التانية اللي إنت عندك أو الدول السيتزينشب التانية اللي إنت عندك لها يحاكموك على أساس إنك مواطن رواندي والقانون الرواندي بيسري عليك زيك وزي أي مواطن رواندي قسوة دي كل السلبيات اللي إنه ممكن نتكلم عنها القدرتها أنا أجمعها بحصولك على الجنسية الرواندية الإيجابيات أكثر من السلبيات فخلينا ندخل طوالي على الإيجابيات الميزة الأولى من مزايا الحصول على الجنسية الرواندية إنك ما بتفقدها خالص مهما حصل يعني you can never lose it في دول كثيرة ممكن يعني مثلا إذا you commit a crime يعني مثلا إذا حصل عملت جريمة ممكن تفقد الجنسية إلى الأبد لكن الحاجة كويسة في رواندا إنه ما بتفقد الجنسية بمجرد الحصول عليها ثاني إنت رواندي إلى الأبد الحاجة الثانية إنه مسموح بتعدد الجنسيات يعني الدول السيتزينشب فإنت إذا تحصلت على الجنسية الرواندية ممكن تتحصل على الجنسية تانية أو ممكن تتحصل على جنسيات أخرى فدي حاجة مسموح بيها بالقانون الرواندي نمبر سري أو الحاجة الثالثة جماعة بالحصول على الجنسية الرواندية أنت بإمكانك تقدم للحصول على الـ East Africa e-Passport دول شرق الأفريقية مجتمعة عندهم حاجة اسمها الـ e-Passport أو جواز الإلكتروني لدول شرق الأفريقية فإنت بمجرد الحصول على الجنسية الرواندية مسموح لك إنك تقدم للحصول على هذا الجواز الـ East African e-Passport ذي جماعة بيسمح لك إنك تسافر بزفري فريلي يعني ما بتحتاج فيزا بين 5 كنتريز اللي هي بتدخلك 5 دول في شرق إفريقيا بدون فيزا بدون أي إجراءات ولا أي حاجة من ضمن هذه الدول بروندي رواندا كينيا يوغاندا تنزانيا فالدول دي كلها انت ممكن تدخلها بالجواز ده بدون أي فيزا فالحاجة دي بالجد يعني مريحة. نمبر فور جماعة من المميزات لما تحصل على الجنسية الرواندية بيعملوا لك تخفيض لكل الوجهات السياحية في جمهورية رواندا الحاجة الخامسة انه أطفالك طوالي ممكن يكونوا روانديين بالميلاد إذا مثلا انت حاصل على الجنسية الرواندية وعندك أطفال يتولدوا في جمهورية رواندا ممكن طوالي تقدم لهم على الحصول على الجنسية الرواندية الحاجة السادسة والأخيرة جماعة انه انت بتكون يعني حصلت على مميزات كثيرة ممكن يحصل عليها إنسان شركي إفريقيا فإنت تانا بتحتاج لحكاية بتاعت إقامة ولا فيزا ولا كده فإنت تبعت كده تعامل معاملة المواطن الرواندي وليك من الحقوق والواجبات ما على المواطن الرواندي كلا جماعة كما هو موضح في الموقع الرسمي بتاع الهجرة بتاع الرواندا أو الرواندان إميغريشن الوفيشل ويبسايت بتاعهم موضح إنه خمسة طرق لإنك تتحصل على الجنسية الرواندية الطريقة الأولى هي Born in a Rwandan Territory اللي هي إنت تولدت في الأراضي الرواندية حتى لو والديك هما ما من جنسية الرواندية أو حتى لو والديك كانوا ما روانديين إنت مسموح لك تتحصل على الجنسية الرواندية لما تحصل عمر الثمنتاشر ده برضو apply على إنه لو عندك أطفال لو هسي مثلا مشاهدة لرواندا وعندك إقامة legally وجابوا لك أو ولدت الطفل هناك الطفل ده ممكن يتحصل على الجنسية الرواندية مجرد ما يحصل عمر الثمنتاشر الطريقة الثانية الموضحة في الموقع الرسمي إنه إذا واحد من والديك جنسيته رواندية فإنت ممكن تتحصل على الجنسية الرواندية بالطريقة دي يلا جماعة الجنسية عن طريق الزواج لازم تكون في زواج مسجل عند السلطات الرواندية ويكون الزواج ده لمدة خمس سنوات يعني ما حصل طلاق ولا كده وتكونوا ساكنين مع بعض كهزبند ووايف تكونوا عايشين مع بعض دي حاجة ضرورية برضو من ضمن الشروط يعني مفروض تجيب إزباد إنكم عايشين مع بعض الطريقة الرابعة دي للروانديين خلال الاستعمار الجماعة أو في الفترة بتاعت الاستعمار في رواندين كتيرين هاجروا من بلدهم أو بسبب الحرب بسبب الفيضانات بسبب المجاعات هاجروا للدول المجاورة في الزمن داك دولة رواندا ما كانت بتسمح بتعدد الجنسيات من مشوا الدول الثانية وقعدوا فترة طويلة فقدوا الجنسية الرواندية بتاعتهم بعد كده عدلوا في القوانين وبيقوا يسمحوا بتعدد الجنسيات فحاليا مسموح للناس ديل أو أحفادهم أو أولادهم ممكن يقدموا للجنسية الرواندية رقم خمسة أول حاجة الطريقة الأخيرة للحصول على الجنسية الرواندية في حاجة اسمها ودي بتجي تحتيها أو بتندري تحتيها ستة خيارات أو ستة طرق أنت ممكن تحصل على الجنسية من خلالها رقم واحد سفو أونر اللي هي وسام الشرف هي حاجة بتجي من الحكومة أو من الرئيس ذات نفسه إذا مثلا أنت كنت بطل ولا عملت حاجة تخدم المجتمع ويعني كانت حاجة أوتستاندين فممكن تحصل على الجنسية الرواندية مباشرة الحاجة الثانية جماعة سفو ناشنال انترست لو الشخص ده حصول على الجنسية ممكن تجيب خير كبير أو فائدة كبيرة للدولة رقم ثلاثة جماعة through investment أو عن طريق الاستثمار إذا أنت عندك استثمار وقدر بروف الحاجة دي عندك الشركة مثلا ويكون sustainable يعني البزنس بتاعك ماشي كويس لفترة ما قصيرة وإنت بتدخل للدولة وبتدفع ضرائب وحياتك كلها في السليم ممكن تقدم لي الحصول على الجنسية الرواندية المبلغ أو مبلغ الinvestment ما محدد للأسف ممكن يعني to look further ممكن تعرف المبلغ المحدد رقم أربع جماعة high skill or talent إذا كان عندك يعني skills محتاجة لها الدولة أو talent محتاجة لها الدولة فعادي أنت ممكن تحصل على الجنسية الرواندية through naturalization الحاجة دي يعني مثلا جراح مثلا هو بتعمخ وعصاب ممكن يضيف حاجة للدولة أو إذا كان مثلا مخترع ولا مهندس اخترع حاجة فالحاجات دي كلها بيعتبروها talent فممكن طوالة تتحصل على الجنسية الرواندية الحاجة الخامسة أن المهاجرين العايشين في رواندا لمدة 25 سنة وإنت تكون مسجل إنك مهاجر وعايش في رواندا لمدة 25 سنة ممكن تقدم للحصول على الجنسية الرواندية رقم سبعة إنك ممكن تتحصل على الجنسية الرواندية من خلال التبني دي للناس الأقلة أو أعمارهم أصغر من 18 سنة إذا إنت قدرت تبروف إنه في رواندا family مثلا أو أسرة رواندية يتبنتك فعن طريق التبني ده ممكن طوالة تتحصل علي الجنسية الرواندية أنبهتاني جماعة ده بالنسبة لي الناس الأصغر أو القصر الأصغر من 18 سنة هم ممكن يقدموا للحاجة دي عشان ما فيزولي جيس أني في التعليقات يقول لي إنه أنا ممكن أعرض نفسي للتبني وهو يكون عمره 25 بلاس فالحاجة دي ما ممكن فأقلى حاجة دي للناس القصر الحاجة الأخيرة أو الطريقة الأخيرة إنه إذا كنت عايز في رواندا لمدة 15 سنة أو عندك إقامة يعني إقامة لمدة 15 سنة ممكن تقدم للحصول على الجنسية الرواندية الطريقة دي قد تكون ما صعبة لكمية من الناس أقول لك يا جماعة إنه الناس تشوف الطريقة اللي بتناسبة أكتر ممكن تتحصل عليه الجنسية الرواندية من خلال كلامي ومن خلال بحسي توصلت لأنه أسهل طريقة في رأيي إنه الزواج ده أكثر يمكن تكون طريقة لحصول على الجنسية الرواندية اللي هي خمسة سنوات إذا كان الزواج بتاعك يعني منسيم ما عندك مشكلة لمدة خمسة سنوات إنت ممكن طوالي تقدم وتحصل على الجنسية الرواندية إذا وصلت لحد النقطة دي جماعة في الفيديو شكرا جزيلا بليس يا جماعة أعملوا لي سبسكرايب ودوني لايكاتكم وإذا عندكم أي سؤال طوالي أكتبوه لي في الكومنت أنا حاجة أجاوب عليكم as soon as possible كمان يا جماعة ما تنسوا تشاركوا الفيديو ده مع أكبر كمية من الناس في ناس جد محتاجة وقد يكون الفيديو ده جاه في الوقت المناسب شكرا جزيلا لحد ما نتلاقى في فيديوهات تانية وحلقات تانية من كيف نتحصل على جنسيات دول أخرى قد تكون سهلة شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا